السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحليل الفني بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي تاسي ونلاحظ أخواني العزاء أن المؤشر العام لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة ويتداول أعلى الترند الصاعد المسمى بخطة الاتجاه الصاعد وأعلى منطقة الدعم الرئيسية الماثلة عند مستوى 8150 والذي تحدثنا عنها في التحليل السابق إذن أخواني العزاء مثل ما تحدثنا ثبات الأسعار أعلى منطقة 8150 تمد وتعزز السيناريو الإيجابي الذي بدأ بالصعود ليستهدف مستويات 8400 والذي تعبر عن منطقة مقاومة قوية جدا وعنيدة للمؤشر العام في حال تمكنت الأسعار من اختراق 8400 من الممكن أن نشاهد استمرار الصعود وأن يدخل المؤشر العام في موجة انتعاشية وفي صعود قد يصل به إلى مستويات 8600 خلال التداولات المتوسطة إذن أخواني العزاء نلاحظ أن المؤشر وصل بالقرب من مناطق مقاومة قوية جدا بالقرب من مستويات 8400 وأيضا نلاحظ مؤشر التذبذب بالستوكستيك قد وصل بالفعل إلى مناطق تشبعات في الشراء بالقرب من مستويات 98 فمن الممكن أن نشاهد بعض من الحركة العرضية بالقرب من مستوى 8400 أو قد نشاهد بالفعل بعض من التصحيحات وأن يدخل المؤشر العام في موجة تصحيحية هابطة قد تصل بالقرب من مستويات 8250 خلال التداولات اليومية إذن أخواني العزاء من الممكن أن يتم التخفيف في التداولات لأن المؤشر يقترب من مناطق مقاومات قوية جدا وننتظر مستوى 8400 يعتبر كمفتاح للتداول في حال تمكنت الأسعار من اختراقه فسوف نشاهد انتعاش وقوة لجميع الأسهم بإذن الله تعالى إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل سهم شركة أرامكو ونلاحظ أخواني الأعزاء أن السهم لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة وحاليا بدأ بالارتداد من مستويات 35.60 ويتداول ويثبث بثبات أعلى هذا الدعم وحاليا يقترب من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يقترب من منطقة المقاومة الماثلة عند مستويات 36.25 هللة والتي تعبر عن منطقة مقاومة عنيدة جدا إذن نلاحظ أن السهم وصل إلى منطقة مقاومة عنيدة جدا ونلاحظ تشبعات الشرائية في مؤشر التذبذب بالقرب من مستويات 95 عفوا فمن الممكن أن نشاهد بعض من الحركة العرضية بالقرب من المتوسط المتحرك أو قد نشاهد في حال بدأت الأسعار في فشل اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد بعض من الارتداد والعودة لاختبار مستويات 35.60 قبل أي ارتداد وصعود مجددا يستهدف مستويات 36.25 وأيضا يستهدف مستويات 37.40 خلال التداولات المتوسطة إذن أخواني العزاء نلاحظ أن الحركة تتداول بهذا الأسلوب وبهذه التداولات العرضية ونلاحظ أيضا أن التداولات السعرية قبل الإغلاق تمكنت من الهبوط والارتداد من المتوسط المتحرك واقتربت من سعر 35.85 وقد تستأنف الهبوط بالقرب من الدعم الماثل عند 35.60 قبل أي ارتداد مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة سيرة ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم نجح بالارتداد من مستويات 18.25 والثبات أعلاها وأعلى خط الاتجاه الصاعد الواضح أمامكم بالخط الأسود وحاليا يقترب من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يمثل منطقة مقاومة متحركة وأيضا يقترب من منطقة المقاومة الأساسية الماثلة عند مستوى سعر 19 ريال في ظل عدم وصول الأسعار في مؤشر ذبذب الستوكستوك إلى مناطق شبعات في الشراء إذن أخواني العزاء في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى المتوسط المتحرك واختراق مستويات 19 ريال من الممكن أن نشاهد انتعاشا لسهم سيرة قد استهدف من خلالها مستويات 19.50 هللة وأيضا قد تصل إلى مستويات 20 ريال خلال التداولات المتوسطة الأجل إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم شركة سابك ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم لا يزال يتداول في ظل قناة عرضية على المدى المتوسط ولكن كان يسير الأسعار تسير أسفل الترند الهابط الذي تكون في داخل القناة العرضية ولاحظنا في التداولات أن الأسعار تمكنت ونجحت من اختراق الترند الهابط أو خط الاتجاه الهابط والثبات أعلى في التداولات وحاليا الأسعار تحاول الثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وفي حال نجحت الأسعار من تأكيد هذا الاختراق والثبات أعلى المتوسط المتحرك من الممكن أن نشاهد الأسعار تصعد إلى مستويات 89.50 وقد نشاهد أيضا الأسعار تصل إلى مستويات 90.50 هللة خلال التداولات اليومية لسهم شركة سابك ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان أن السهم وصل إلى مناطق تشبعات في الشراء والذي من شأنها قد يتداول بشكل عرضي أو يدخل في بعض من الهبوط وبعض التصحيح قبل أي استئناف للصعود وتأكيد اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم مصرف الراجحي ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم بدأ بالصعود ويحاول حاليا اختراق المتوسط المتحرك وتأكيد هذا الاختراق والثبات أعلى هو أعلى الدعم الماثل عند مستوى 66.20 هللة والثبات أعلى هذه المستويات يمد السهم بالسيناريو الإيجابي يمده بالدعم الإيجابي الصاعد الذي قد يصل بالسهم إلى استهداف مستويات 67.40 هللة كهدف أولي وأيضا قد يصل بالسهم إلى مستويات 68.70 هللة كهدف نهائي والعودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة مجددا إذن نحن مع السيناريو الصاعد ولكن شرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 66.21 هللة والذي يعتبر منطقة الدعم القوية الذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشهد بعض من التحركات العرضية أو بعض من التصحيحات الذي تعيد اختبار مستوى الدعم قبل أي صعود مجددا وذلك في ظل وصول الأسعار إلى مناطق تشبعات في الشراء في مؤشر التذبذب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم الأنابيب ونلاحظ أن سهم أنابيب يتداول بشكل عرضي داخل القناة الرئيسية الصاعدة فيتداول بالقرب من المتوسط المتحرك وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات واختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والواضح أمامكم بالخط الأحمر الذي تقترب الأسعار وتلامسه في الوقت الحالي من الممكن أن يمد السعر اختراق المتوسط المتحرك بنوع من الإيجابية الذي تمد السعر بالصعود لاستهداف مستويات 18.30 ريال هللة أما في حال أن الأسعار فشلت في الثبات أعلى المتوسط المتحرك قد نشاهد بعض من الهبوط والتصحيح إلى مستويات 17.25 ريال هللة وذلك في ظل محاولة الأسعار في مؤشر التذبذب الستوكستيك محاولة لخلق تقاطعات سلبية والذي في حال تكونت ونجح خط الكي باختراق خط الدي وخلق تقاطعات إلى الأسفل قد نشاهد بدء الموجة التصحيحية الهابطة الذي تصل أهدافها إلى مستويات 17.25 إذن أخواني العزاء يجب أن نتابع على فاصل الساعة أو الفريم الزمني لمدة ساعة التحركات حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي تقريبا يتداول حول منطقة 17.70 ريال هللة يعتبر هذا المستوى كمفتاح للتداول 17.70 ريال هللة الثبات أعلى يمد السعر بالدافع الإيجابي الذي يستهدف 18.30 ريال هللة أما في حال أن الأسعار فشلت في التداول أعلى هذا المستوى وتمكنت من التداول دون مستويات 17.70 ريال هللة فمن الممكن أن نشاهد عودة مرتقبة إلى الأسعار لعادة اختبار مستويات 17.25 ريال هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم شركة إكسترا ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم يتداول في ظل قناة عرضية يتذبذب ما بين دعم ومقاومة بشكل عرضي متذبذب ولكن حاليا الثبات أعلى مستوى 71.60 ريال هللة والثبات أعلى هذا المستوى وحفاظ الأسعار على الثبات أعلى هذا المستوى قد يرجح ويمد الأسعار بالسيناريو الصاعد ويمد السعر بنوع من العزم الإيجابي الذي قد يصل بالأسعار إلى استهداف مستويات 73 وأيضا 74 ريال خلال التداولات اليومية أما في حال أن الأسعار فشلت في الثبات أعلى مستويات 71.60 ريال هللة من الممكن أن يدخل هذا السهم في موجة صيحية هابطة قد تصل بالأسعار إلى مستويات 70 ريال وقد تصل أيضا إلى مستويات 69 ريال خلال التداولات اليومية إذن مفتاح التداول فنيا لهذا السهم هو مستوى 71.60 ريال هللة نتابع التداولات والإغلاقات على فاصل الساعة حول هذا المستوى الهام قبل أي توقع لاستئناف التحرك واستهداف الأهداف المذكورة في التحليل إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل سهم شركة نادك ونلاحظ أن السهم يتداول في ظل قناة فرعية هابطة وقد وصل حاليا بالقرب من مستويات المقاومة للقناة الفرعية الهابطة وفي حال أن الأسعار بدأت بالارتداد في ظل وصول المؤشر التذبذب الستوكستيك إلى مناطق تشبعات في الشراء من الممكن أن يبدأ السعر في الدخول في موجة تصحيحية هابطة ويبدأ بالتصحيح إلى مستويات قد تصل إلى مستويات 31.30 هللة قبل أي استئناف للصعود أما في حال أن الأسعار تمكنت من الصعود واختراق مستويات 32.50 هللة فمن الممكن أن نشاهد استئناف للصعود وتكوين قناة فرعية صاعدة وأن يتمكن السعر من اختراق القناة الرئيسية الهابطة وتكوين ميل صاعد جديد ويدخل هذا السهم في اتجاه صاعد ويكون ميل صاعد جديد واستهداف مستويات قد تصل إلى مستويات 35 ريال خلال التداولات الأسبوعية إذن أخواني الأعزاء مستوى 32.50 هللة هو مفتاح الاتجاه لسهم نادك ومفتاح التداول لهذا السهم ثبات الأسعار أسفل مستوى 32.50 هللة يعزز السيناريو السلبي ويعزز الاتجاه الهابط لهذا السهم وقد يمد السعر بالدافع السلبي الذي قد يصل أهدافه إلى مستويات 31.30 ريال 30.30 هللة خلال التداولات اليومية أما في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستوى 32.50 هللة واختراقها من الممكن أن نبدأ بتكوين ميل جديد صاعد تصل أهدافه إلى مستويات 34 وال35 خلال التداولات الأسبوعية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم شركة كيمانول ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة وحاليا يتداول بالقرب من منطقة مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة ويقترب من مفتاح التداول الماثل عند مستوى سعر 13.70 ريال وهذا المستوى تحدثنا عنه في التحليلات الأسبوعية السابقة أن هذا المستوى عبارة عن مستوى هام جدا ثبات الأسعار أعلى هذا المستوى والارتداد منه إلى أعلى تمد السعر بالدافع الإيجابي الذي تجعل السعر يستهدف مستويات 14.90 ريال خلال التداولات اليومية أما في حال أن الأسعار فشلت في الحفاظ على التداولات أعلى مستويات 13.70 ريال على فاصل الزمني الساعة فمن الممكن أن نشاهد في حال أن الأسعار كسرت هذا الدعم وفشلت في الحفاظ على التداولات أعلى مستوى 13.70 ريال وتمكنت من الهبوط أسفل هذا المستوى من الممكن أن نشاهد هبوط للسهم واد دخول السهم في موجة صحيحية هابطة تصل إلى مستويات 13.50 ريال ومستويات 12.50 ريال إذن أخواني العزاء نلاحظ أيضا أن هناك تشبعات شرائية في السهم فمن الممكن أن يدخل السهم في موجة صحيحية هابطة تصل إلى مستويات 13 ولكن لدينا مفتاح للتداول ومفتاح هو مستوى 13.70 ريال لهذا السهم نتابعه عن كثب وعن قرب ومن أجل أن نحدد سير اتجاه هذا السهم خلال الساعات القادمة إذن ختاما أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم التصنيع ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم التصنيع يسير في ظل القناة رئيسية صاعدة وبدأ بالصعود والارتداد من منطقة الدعم ولقد نشرنا توصية شرائية على السهم وبفضل الله تعالى قد حققت جميع المستهدفات الأول والثانية بنفس الجلسة وذلك لأن الأسعار بدأت بالارتداد من منطقة دعم القناة الرئيسية الصاعدة وأيضا من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونلاحظ أن الأسعار ارتدت من الدعم الماثل عند مستوى 13 ريال وبدأت بالصعود وحاليا مثلما نلاحظ أخواني العزاء السهم لا زال يسير في ظل صعود وفي ظل اتجاه صاعد وفي ظل قناة رئيسية صاعدة والتداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الذي يلتحم مع منطقة الدعم الماثل عند مستوى 13 ريال إذن أخواني العزاء إلى أين يتجه سهم التصنيع في حال تمكن السهم من التداولات الإيجابية من الممكن أن يستمر بالصعود ويستهدف مستويات 13 ريال فاصل 80 هلالة خلال التداولات اليومية أما في حال أن الأسعار بدأت بالارتداد والهبوط لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة ارتدادية ومنطقة مقاومة من الممكن أن يبدأ السهم بالتصحيح والهبوط والدخول في موجة تصحيحية هابطة وذلك في حال تمكنت الأسعار من خلال مؤشر التذبذب بالستوكستيك من خلق تقاطعات سلبية وتنجحت في كسر مستوى الثمانين الذي يعبر عن منطقة دعم قوية جدا في حال تمكنت الأسعار من التقاطع وكسر هذا المستوى قد نشاهد هبوط في سهم التصنيع قد يصل إلى مستويات 13 ريال فاصل 20 هلالة قبل أي صعود آخر مجددا يستهدف مستويات 13 ريال فاصل 80 هلالة إذن أخواني العزاء هذه هي النظرة الفنية للمؤشر العام للسوق السعودي والأهم الأسهم في حال وجود أي استفسارات أو أي ملاحظات تطويرية أو أي ملاحظات ناقدة نقد بناء أتمنى منكم وضع تعليق وسوف أقوم بالرد عليه بشكل مباشر بإذن الله تعالى وأنا جاهدا أحاول تطوير وتلبية رغباتكم وإفادة الجميع في التداولات ونشر الوعي الفني الذي يعتمد على دراسة التحليل الفني والبداية صحيحة في هذا المجال إذن أخواني العزاء أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله